أعلنت مديرية أسايش السليمانية اعتقال 19 شخصاً بتهمة خداع المواطنين وممارسة السحر وقال جهاز أسايش الأقليم في بيان بعد جمع المعلومات والتحري من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي في الأيام السابقة ألقت قوات الأسايش القبض على 19 شخصاً بتهمة ممارسة السحر حفاظاً على الأمن الاجتماعي ومنع خداع المواطنين وأضف البيان أنه تم خلال الاعتقال ضبط كافة الأغراض المستخدمة في الكتابة والخداع على المواطنين للحصول على بعض الأموال وأشار البيان إلى احتجاز جميع المشتبه بهم بموجب المدى 456 من قانون العقوبات